اه يا ما عشرت ناس كثير في حياتي الحمد لله لما صرت يعني مسؤول عن نفسي صرت اتعرف عن ناس الشيانة ما فيها هي انه مو الناس كلهم فيهم الخير مو الناس كلهم طيبين لا فيه ناس وووو ناس فاقول الكلام هذا بس فيه ناس وصخة فيه ناس اه اه نا المثال من المعنى الاشياء يعني اني احترمت ناس اه عاملتهم كاخوة نوعا ما كاخوة وصدمت منهم يعني مثلا 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 فيه غصة انا دائما اتردد اقولها في اليوتيوب ولا لا بس ودي اقولها عشان الناس تتعلم لانها حكمة شخص مثلا صديق لي كان صديق عزيز لي وكان يطلع بمغاطي بعد تخيل ترى انا ما اخلي احد يطلع بمغاطي يعني هي مصرفة شوفت نفس بس ما احب اني اطلع احد المقاطعي لو انا مرتاح معاه فتصور عزيز المشاهد ايش كثير انا كنت مرتاح معه انا كنت مرتاح معه جدا شخص هذا كان يطلع بمغاطي كنت جدا مرتاح معه جاء بيوم من الايام الشخص هذا واو باول مصيبة واجهها كنت دائما اسنده دائما اسنده مان كنت دائما اسنده من ناحية مادية من ناحية معنوية اذا اقدر كان عندي الوقت يوم من الايام بس عشان مشكلة ومصيبة صابته صدمت يا جماعة ان الشخص هذا كان في كل لحظة كنت معه كان يصور مغاطع علي كان يجمع مغاطع علي وكان يبي يهددني باشياء ويهددني اشياء غبية كان يحاول يجمع عليه مغاطع وشغبية عشان يهددني فيهم ويقول انا راح انشرهم باليوتيوب اذا ما ترسل لي فلوس مثلا يعني مثلا ان باترف لكم يعني انا انسان شاب بالاخير قعدات شباب يكون فيها الفاظ نوعا ما شبابية فكان يصور الاشياء هذه وكان يجمع مقاطع عليها ويقول راح احط فضيحة ابو فلا وهو يقول هذه الكلمة فلانية هذا الشي الفلاني وهذا الشي الفلاني وهنا طبعا ما ارضى اني اطلع بالصورة هذه او تطلع في اليوتيوب ايه فجمع عليه مقاطع يا جماعة وشيء اللي عوّر قلبي تدلون شنو شيء اللي يدمر قلبي انه ما كان يجمع مقاطع بشكل عشوائي يا ايه عزيز المشاهد انا تعرفت عليها اربع سنين جمع علي مقاطع مين تعرفت عليها الى الان الى يوم صارت لي المصيبة ارسل لي المقاطع وصار يهددني فيها سبست افكر اول شيء فكرت فيه والله مو المقاطع مقاطع نوعا ما كانت ولا شيء عادية اصلا يعني حتى ما تستاهل من يهددني فيها لعل فيها كلمات واشياء شبابية قلتها بس كمان انا انسان بالاخير انا مو ملاك نازم من السماء مهما سويت عزيز المشاهد اسمع الكلام هذا وتأكد منه مهما سويت مشاريع خيرية في حياتي مهما سويت اشياء في جانب خيري فيني والحمد لله اي انسان في جانب سلبي فيني اقول ان ربي يسترني فيه انا انسان بالاخير واسوي اشياء سبيه وربي ارجو يسترنا كلنا يا رب فما كان يخوفني المقاطع حقه اول شيء جاب بالي والله كانت كضربة قوية ايام شخص اللي كلها العشرة معه كلها العشرة صحكوا ناسا وذكريات يا الهي كيف باعني بسودة يا جماعة اقسم بالله وبمن احل القسم المصيبة اللي واجهها اللي خلتو يهددني فيها لو انه كلمني والله لو انه كلمني هو المصيبة اللي سواها كانت كبيرة صراحة بس لو انه قعد معه يكلمني وقعد معه محادثة طويلة والله كنت رحى ساعده فيها والله كنت رحى ساعده فيها موسيقى